بيكون عندك القدرة ان انت تكسر الدوران او تتخطى خطوة معينة او دورة معينة فيه بكل بساطة زي اللغات الاخرى من خلال الكلمتين break الخاصة بكسر الدوران او توقفك انك بتجبر على انه يتوقف والكلمة التانية continue معناها انك تجاهل الامر في اللفة دي طيب يعني ايه الكلام ده يعني مثلا هنا دلوقتي المفروض الطبيعي ان لما هيلف في الليست دي هيلف وهيعرض كل العناصر بتاعتها احمد وحازم ومحمد طيب لكن افرض انا دلوقتي لو هو مثلا عند حازم انا عنده يتوقف مش عايزه يكمل اللفة هو الطبيعي ان يلف ثلاث مرات بس لقى يجي عند حازم ويقف بقى خلاص طالما لقى حازم ما يكملش في الحالة دي بكل بساطة انت ممكن تستخدم الشرط F فخلينا كده نعمل سطر جديد فهنقول مثلا F L بيساوي وهندخل اسم حازم مثلا هتعمل لي break وbreak دي معناها انك وقف الدوران خلينا نشوف النتيجة هتلاقي النتيجة ان هو عرض احمد فقط وتوقف ليه بقى لان هو لما لف اللفة الاولانية اللي هي قبل اي حاجة اللي دي كان بتساوي احمد ففعلا الشرط غير محقق ففعلا عرضك احمد بدون مشاكل لكن في اللفة التانية اللي اصبحت تساوي حازم وده بناء على الشرط F L دلوقتي فعلا الشرط دي محقق والbreak دي معناها وقف اجبر الدوران انه يتوقف خلاص الدليل على الكلام ده ان احنا لو مثلا غيرنا حازم بمحمد هتلاقي ان هو في الحالة دي فعلا يعرض لك احمد وحازم ولكن عند محمد ما يتعرضش ليه لان هو توقف اجبرته على التوقف بينما مثلا continue هتكون مختلفة في ان الدوران هيفضل مستمر ولكن هيتجاهل امر الطباعة في اللفة دي يعني مثلا خلينا حازم بدل break هنختار continue النتيجة هنا ان هو فعلا هيعرض لك احمد وبعده محمد على طول وتخطى حازم لان ده بناء على الشرط ده لو لقيت ان اللي بتساوي حازم تجاهل ما تعملش طباعة كمل الدورة يعني وتوقف عن انك تعمل الاوامر اللي في الدورة دي اللي هي في الحالة دي print وكمل عادي خالص اللي هو اللي بعد كده اللي هو في الحالة دي محمد فهتلاقي ان النتيجة فعلا اتعرض لك احمد ومحمد تخلي بالك طبعا لان لو انت حطيت ال print قبل الشرط فالنتيجة ان هيتم تجاهل الشرط ده لان هنا بيمشي بالترتيب بتاع السطور يعني الاول بيطبع وبعد كده بيفحص فلما بيكون طبعا بيفحص بعد فوقات الاولين بعد ما يكون الامر الطبع خلاص فتخلي بالك ان الامر دايما يكون بعد عملية الفحص عشان يتم التأثير وتشوف ويتحقق ال continue اللي هو التجاهل او break اللي هو كسر دوران موسيقى